السلام عليكم تخيلوا معايا شخص بيشتغل 14 ساعة في اليوم مفيش بريك غير مرة واحدة في ال14 ساعة حتى دخول الحمام مش مسموح بي بدرجة انه سوري يعني بيضطر يعمل علامش ومع الكتمة والزحمة الوضع بيبقى لايو طبق اجروا 2 دولار في اليوم هو محتاج كل مالين منها ده اصلا لو خدهم كلهم لان بيتخصن منه شي تأخير واصلوا كلم المدير بطريقة وحشة واصل الابرة كسرت لاننا بنشتغل في مصنع ملابس والاسوأ انه بيشتغل تحت التدريب وهيفضل تحت التدريب مش علشان محتاج تدريب لا سامح الله لكن عشان ده ارخص لاصحاب الشغل ولان الانسان ده ست والمناصب الكبيرة محبوزة للرجالة بس تفتكروا حد في الظروف دي ممكن يعمل ايه؟ بسيطة هيغير التاريخ انا جلنا عادل ودي فحلة النهار السحلة دي فيها شحطاتة كتير وتاين ترايفل كتير فانصح صح مع بعض من اول احنا دلوقتي في الولايات المتحدة في بدايات القرن العشرين الدنيا متوترة وكل شوية اضربات ومظهرات مين اللي عامل القلق ده؟ عاملات مصانع الملابس هنقف بالزمن عند يونيو 1909 بيوصل جواب لمصنع ترينجل شيرت ويست واحد من اكبر مصانع الملابس اللي موجودة في نيويورك والا الجواب مبعوط من احد المتخصصين في تلافي الحرائق وفي الجواب الراجل بيقول ان معايير الامن والسلامة في المصنع مش مزبوطة وانها ممكن تعرض حياة العاملات للخطر بيتشال في درج وبيتم تجهله تماماً هنسيب الجواب ده في الدرج دلوقتي وهنرجع له كمان شوية فاست فول ويد شهرين احنا دلوقتي قدام مصنع ترينجل شيرت ويست للملابس هذا الصرح الكبير اللي بيصنع قمصان حلوة بتقفيل ممتاز بالحقيقة قايم على معاناة مئات الستات اغلب الستات دي كانوا لاجئات ومهاجرات بيشتغلوا في الظروف المزرية اللي بتدينا بيها كلام ده في الصحلة دي اهانة تمييز استغلال عبودية مقنعة اسوأ من العبودية لان بالاسم هي ست بتشتغل ونظرياً بتاخد اجر بس الحياة طبعاً مش كده في يوم بارد في نهايات سبتمبر 1909 بتقرر عاملات مصنع ترينجل شيرت ويست يعملوا اضراب وينظموا واقفة احتجاجية قدام المصنع يعترضوا فيها على المهازن اللي بتحصل في الشر ويطلبوا بحاجات بديهية جداً ساعات عمل اقل وجور اعلى بيئة عمل قدمية وتكوين نقابة عمال تطالب بحقوقهم وتحميهم هذا الاضراب هيخلق تتابع من الاحداث هيغير العالم فاست فورويد شهرين كمان احنا دلوقتي في نوفمبر في مكتب متوضع في مدينة نويورك في واحد من اجتماعات النقابة الدولية لعمال وعاملات الملابس الاجتماع ده هدف اتخاذ قرار مصيري هنعمل ليه يا جماعة هندعم اضراب العاملات بتوع تريانجل شيرت ويست في النهاية الظروف المهببة اللي هم بيشتغلوا فيها مش في تريانجل وبس واللي ماشي على الستات في تريانجل شيرت ويست ماشي على كل الستات اللي في صناعة الملابس في مدة اربع ساعات بيشرح الاعضاء من الرجال مع كامل الدعم مخاطر تورط النقابة في دعم اضراب العاملات فجأة بتقوم شابة اوكرانية اسمها كلارو علمدتش عمرها 23 سنة عاملة في مصنع ملابس وعلى وشها علامات ضرب هنعرف سببها كمان شوية والستات في الشارع بتتبهدل واحنا هنا بنرغي احنا هنعمل تصويت دلوقتي حالا على تعميم الاضراب بحيث كل عمال الملابس ينضموا ليهم لحد ما انحقق مطالبنا تصفيق تصويت ووافقة فاست فور ويد سريع احنا النهاردة 22 نوفمبر وجميع مصانع الملابس النسائية وقفة 15 ألف عاملة بيقرروا ينضموا للاضراب ويسيبوا الشغل ويطلبوا بحققهم وبعدها بساعات 25 ألف عاملة كمان بينضموا لهم لحد اللحظة دي ما كانش حد بيتعامل مع اللي بيحصل في تريانجل شيرت ويست بجدية تجاهل إعلامي تام محدش فارق مع حال ايه يعني شوية ستات بتصيح في الشارع ما يولعو يلفت الاضراب العام نظر بنت رجل المال والأعمال جاي بي مورجل آن كانت من الطبق الرقية اللي كان بيطلق عليها في الوقت ده لواء المينك تريقة يعني على ان هم ستات أغنية ومرفهة وعندهم فارو ومينك وتعاطفهم مع قضايا الستات وحقوقهم مجرد نوع من الوجهة الاجتماعية لأن هم كده كده عندهم كل حد لكن التفكير ده كان على وشك أنه ينتهي تماما لأن آن بتتعاطف مع العاملات وبتستغل نفوذها وعلاقاتها في تسليط الضوء على اللي بيحصل معهم فجأة اهتمام آن بالإضراب بيتحول الاهتمام من الميديا والناس بتعرف إيه اللي بيحصل مع العاملات وفي ظرف 48 ساعة المصانع الصغيرة بتستجيب لطلبات العاملات والستات بترجع شغلها في ظروف أحسن فعلا بس دور لواء المينك مش هيوقف عندهنة لأن في الشارع قدام مصنع تريانجل شيرت ويست الأوضاع كانت بتزداد سوءا إحنا دلوقتي في مكتب إدارة مصنع تريانجل شيرت ويست أصحاب المصنع ماكس بلانك وإزاك هاريس ودول شخصين في منتهى لانحطاط كانوا في زوروا تغضبهم حاسين بالإهانة يعني إيه شوية ستات تمشي كلامها علينا فبيلجأوا لطرق في منتهى الخصة لمحاولة فض إدراب العاملات بيأجروا عاملات دعارة علشان يندسوا فوسط الستات اللي واقفين في الإدراب ويفتعلوا معاهم مشاجرات وبيأجروا بلطجية علشان يدربوا الستات وده يرجعني لعلامات الضرب اللي كانت على وش كلارا البنت اللي فقدت أعصابها في اجتماع النقابة كلارا كانت بتنزل الإدرابات بتاعة عمال تريانجل شيرت ويست واتضربت وتقبض عليها 17 مرة لأن غضب ماكسو إيزاك موقفش بس عند عاملات الدعارة والبلطجية دول كانوا بيرشوا الشرطة علشان تقبض على الستات وبيرشوا القضاء علشان يلفق لهم قضايا وهنا بيظهر دور ستات الطبقة الرقية تاني لأن هم اللي كانوا بيدفعوا كفالات العاملات فالستات تخرج وترجع الشارع وتكمل الإدراب وأخيرا في ديسمبر بتبدأ مفاوضات بين العاملات وإدارة المصنع نوافق على إيه من طلبات الستات ونرفض بيه هنسيب العاملات في الشارع لحظة والنط في الزمن نطة سريعة ليوم 1 يناير 1910 أول يوم في السنة الجديدة بيحصل حدث يبدو هامشي لكن دوره الحقيقي لسه هيبان قدام شوية بتصدر مكتبة جامعة ميتشيجين كتاب بعنوان مذكرات عاملة ملابس مضربة أو The Diary of a Shirt Waste Striker الكتاب كما هو واضح من اسمه قصة خيالية لكنها مستوحية من أحداث إضراب عاملات الملابس كاتبة هذا الكتاب تبقى تريسا مالكيال أهلا وسهلا مين دي كمان؟ دي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في الحزب الاشتراكي الأمريكي وقتها وهنا هنرجع بالزمن لورا خطوتين لسنة 1908 في مكتب الحزب الاشتراكي الأمريكي في اجتماع لجنة المرأة لما بتقرر تريسا رئيسة اللجنة تخصيص الحد الأخير من كل فبراير للمطالبة بحقوق الستات وده على خلفية مسيرات حاشدة خرجت فيها الستات في مطلع السنة ضمت أكتر من 15 ألف متظاهرة من عاملات الملابس بتطالب بحقوقها في أجور أفضل وساعات عمل أقل مطالب العاملات ما تحققتش وقتها لكن مجهودهم ألهم تريسا بفكرة اليوم الوطني للمرأة الحزب رحب بالفكرة وفي السنة اللي بعدها في 28 فبراير 1909 قبل إضراب عاملات احتفل الحزب الاشتراكي الأمريكي بأول يوم وطني للمرأة طب مال دا ومال الستات بتوع تريانجل شيرت ويست ما الصبر طيب حاضر جايلكو في الكلام وعموما نسيب الاحتفالات والأحزاب ونرجع الشارع إحنا دلوقتي في فبراير في عز البرد وفي وسط الاعتداءات والضرب المتكرر الستات ليس توقف في الشارع بتطالب بحقها بقالنا كده خمس شهور من بداية الإدراب وأخيرا وبعد استنفاذ كل الطرق الممكنة بيقرر ماكسو إذاكي الاستجابة لبعض طلبات العاملات هنزود الأجور وهنقلل ساعات العمل لكن تقولولي بقى انقابة وانطلب بحقوقنا فيش الكلام الستات بتوافق وبيرجع العمل في المصنع فعلا يوم 23 فبراير 1910 وبعدها بأيام بيحتفل الحزب الاشتراكي الأمريكي باليوم الوطني للمرأة للسنة التانية على التويلة وبيوشيد بإنجاز العاملات والحقوق اللي قدروا ينتزعوها بموقفهم الشجاع خلال الشهور اللي فات هنسيب أمريكا تحتفل ونروح أوروبا حيث تدور أحداث مهمة جدا مش بعيدة قوي عن اللي بيحصل في أمريكا إحنا دلوقتي في أغسطس 1910 في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك في اجتماع الاتحاد الدولي للمرأة العاملة مؤسسة برضو مهتمة بقضايا المرأة إحدى المشاركات في الاجتماع كانت كلارا زدكين رئيسة لجنة المرأة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كلارا كانت متابعة اللي بيحصل في أمريكا ومتأثرة جدا بنضال العاملات وبالمكاسب اللي قدروا يحققوها هناك وبفكرة اليوم الوطني للمرأة اللي أطلقها الحزب الاشتراكي الأمريكي بتقترح كلارا على الموجودات إن الاحتفال بيوم للمرأة يبقى احتفال علم هي يعني ستات متمرمطة في أمريكا بس ما كلنا طالعين أبونا خلينا نعمل اليوم ده من كل سنة نطالب فيه بحققنا زي حق التصويت في الانتخابات اللي كان أولوية وقتها ومش بس كده بحقنا في حياة كريمة عامة اقترح كلارا بيلاقي ترحيب واسع من كل العضوات وبيتفقوا فعلا على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للمرة الأولى في مارس من السنة اللي بعدها 1911 وفعلا في 19 مارس 1911 بتحتفل الستات في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك بأول يوم عالمي للمرأة وبتتنظم حملات للمطالبة بالمساواة والقضاء على التمييز وتمكين المرأة وبتشارك فيها ملايين الستات من البلد دي الله بس ده يوم المرأة 8 مارس صبروك بالله جاي للأسف الاحتفال بيخلص من هنا وبعدها بأسبوع واحد بس بتحصل مأساة هتاخد يوم المرأة في حتة تانية خالص احنا النهاردة في 25 مارس 1911 رجعنا نيويورك بالسلامة قدام مصنع تريانجل شيرت ويست برضو بيقوم حريق هاي اللي بتفكت فيه 140 عاملة حياتهم خلال ساعتين لأن أصحاب المصنع ما استجبوش للتنبيه اللي بعته الراجل بتاع الحرائق من سنتين واستمروا في قفل أبواب المصنع بالقفل على العاملات وهم مشغالين مش بس كده لما الحرية قامت هربوا أصحاب المصنع والمشرفين من خلال الروف ويسابوا الستات حرفيا يولعوا 146 وبنت ماتوا خلال ساعتين المأساة دي حقت اسم المصنع في دايرة الضوء وفكرت الناس بالكتاب بتاعت ريسا مالكيال اللي نشرته من سنة وما كانش حد قراءه وشجعهم يقروا ويعرفوا الأهوال اللي الستات دي كانت بتتعرض لها من قبل الإضراب حتى ومع بشاعة المصيبة وفداحة الخسائر والتغطية الإعلامية الواسعة الناس بدت تستوعب أن المسألة مش مسألة صياح وأن التمييز ضد الستات في الشغل ممكن في وقت من الأوقات يهدد حياتهم في السنوات اللي بعدها فضل حريق مصنع تريانجل ومأساة الستات اللي ماتت في الحريق الموضوع الأساسي ليوم المرأة في أمريكا وبرى أمريكا وده ساعد في تعزيل قوانين العمل الأمريكية في الوقت ده كمان ساعد ملايين النساء حول العالم تعرف أن المسألة تمس كل واحدة فيهم وبتمر سنتين إحنا دلوقتي سنة 1913 يوم 23 فبراير بتنظم الستات الروسيات مسيرة حاشدة للاحتفال بيوم المرأة وفي المسيرة دي أعلنوا رفضهم لدخول بلدهم للحرب العالمية اللي كانت على أبواب وقتها طبعا الحكومة بتتجاهل مطالبهم وبتفض المسيرات بالعنف وبتدخل الحرب عادي لكن شجاعة الستات في روسيا ومنظر المسيرات الحاشدة اللي نظموها بتلهم الستات في أمريكا وأوروبا أنهم يثبتوا نفس اليوم للاحتفال باليوم العالمي للمرأة أيوة بس الستات في روسيا كانوا بيحتفلوا 23 فبراير أم الـ 8 مارس ده جام نيم ما صبرنا بالله حاضر المهم فاست فورورد تاني إحنا دلوقتي في سنة 1917 في مدينة لينجراد سابقا سانت بيترسبرج حاليا في روسيا برضي روسيا بقالها أربع سنين متدهولة في الحرب العالمية الأولى طبعا عشان ما حدش يسمع كلام الستات والنتيجة 2 مليون جندي روسي فقدوا حياتهم والناس في الشارع حرفيا مش لقي الرغيف وفي 23 فبراير مع الاحتفال بيوم المرأة بتعلن العاملات الروسيات إضراب تاني وبتخرج في مسيرات حاشدة عرفت بمظاهرات أو مسيرات الخبز والسلام ووضح إن الطبقة العاملة كتنولعيها وقتها المسيرات كما هو وضح من اسمها بتطالب بحاجتين عايزين عيش وكفية حرب بقى وكاموا حاولة لامتصاص غضب الستات وتسكتهم بأي حاجة بتمنى حكومة القيصر الروسي ستات الحق في الانتخاب لأول مرة في تاريخ روسيا وبعد أربع أيام بس من الإنجرام إنجاز رائع طبعا لكن بعد إيه البلد كلها كانت جايبة أخرى ومسيرات يوم المرأة بتتحول لمظاهرات حاشدة بتبتلع مدينة لينجروند ثم إلى ثورة هتطيح بالنظام القيصري كله خلال سنة تقريبا بتضيف الأمم المتحدة لأيامها الرسمية يوم جديد اليوم العالمي لحقوق المرأة والسلام اللي هو يوم 8 مارس لا إله إلا الله طب و8 مارس ده جامنين مش الستات في روسيا بيولعوا الدنيا كل 23 فبراير تقريبا أولا شكرا أنكم صح صح ثانيا روسيا في الوقت ده كانت ماشية بالتقويم اليولياني نسبة يوجو سقايصر وفي هذا التقويم يوم 23 فبراير بيعدلوا يوم 8 مارس في التقويم الجريجوري اللي العالم كله ماشي به واللي الروسيا نفسها ماشي به دلوقت فبقى يوم 8 مارس هو يوم المرأة كل سنة وانتي وانا وكل الستات طيبين وبنحاول نخلق حياة أحسن لنا وللي جايين بعدنا ومش نفسين كل الستات اللي قابلنا اللي كافهوا علشان حياتنا احنا تبقى أحسن وبعد كده أي حد يسألك هو احنا ليه بنا احتفل بيوم للمرأة وليه ما فيش يوم للرجل بعتيله السحلة دي واللي أقولك شير وخلي اللي مش عارف يعرف واللي المزيد من السحلات فيه زرار ماي دوسي عليه